نضم معنا في السوديو مستشار الاستثمار والتمويل الدكتور عبدالله الفوزان أهلا بك دكتور عبدالله أهلا بك في البداية هل طرح صندوق عقاري يواجه معوقات خصوصا مع هيئة سوق المال تحديدا بمعنى أنه يأخذ وقت أطول مما ينبغي بسم الله الرحمن الرحيم بلا شك أن الصندوق الاستثمار العقاري هي الإطار الجديد المنظم أو استكمالا لما كان يعرف بالسابق للمساهمات العقارية عملية طرح صندوق عقاري وهناك كثير من متطلبات الواجب توافرها لعل أبرزها أن يتم من خلال جهة مالية مرخصة من هيئة سوق المال لديها ترخيص الإدارة إضافة إلى توافر متطلبات عديدة منها طبعا الوجهة النظري أنها ليست معوقات بمقدار أنها متطلبات يلزم توافرها وبالتالي الكثيرين ينظرون إلى أن هذه التنظيمات تعقيدا وفي وجهة النظري ليست تعقيدا ولكن هي من ضرورات حتى تصل إلى درجة كاملة في الشفافية والإفصاح أمام المشتركين بالصندوق صحيح نحن في طور مثل ما يقال في اتجاه توجه أكبر نحو هذا النوع من الاستثمار وسيكون بحول الله رافض كبير جدا لحل أو مساهمة في حل مشكلة الإسكان طبب شارد الله هل صندوق الأقارية لديها مقومات تؤهلها لأن تكون حل لمشكلة الإسكان؟ بالتأكيد الصندوق العقاري الميزة الرئيسية فيه أنه يعتبر استثمار مشترك بين عدد كبير من المشتركين ولكن ويمكن أن يكون حجم يصل حجم إلى مليارات وبالتالي توزيع المخاطر فيه بين المستثمرين يكون واضحا وبالتالي أو مميزا في أحد الميزات الرئيسية فيه أنه يتوزيع المخاطر إضافة إلى ذلك إلى سهولة أو رغبة الكثير من البنوك في تمويل الصندوق العقارية المنظمة مقارنة بتمويل كيان يختص بأفراد محددين وبالتالي نجد أن عملية التوفير أو استقطاب الأموال في الصندوق العقارية هي المعيار الأبرز في نجاح الصندوق العقارية وهذه الفرصة وهذه العمليات الاستقطاب تتكز بشكل رئيسي على الفرصة نفسها وبالتالي أعتقد أن الصندوق العقاري إذا حكم بشكل صحيح واستند داع في معايير خاصة ترتبط بالاستثمار وتم فيه هيكلة جزء من كانت تمويل أعتقد أن العوائد فيه جدا مجزية وبالتالي يصبح توسع الناس ودخولهم فيه أمر واجب نعم باختصار لضيق الوقت أن نسوم الأراضي البيضاء قيد الدراسة وأقرارها تحفيز ملاكها للتطوير فهل ترقب ازدهار للصندوق العقارية؟ بالتأكيد يجب أن يكون لدينا ارتياح بأن الرسوم بالأساس لا تستهدف الأراضي تحت التطوير أو المطورة أو المشاريع التي يضاف عليها قيمة مضافة وبالتالي الرسوم لا تستهدف للصندوق بشكل مباشر ولكن قد يكون لاحق أن هناك صندوق تعناب المتاجرة بالأراضي وبالتالي هذه قد تكون تحت نظر المشرع من ناحية تعرضها للرسوم بالمجمل أعتقد بأن هذه الرسوم رسوم عن الأراضي بالمجمل سواء للصندوق العقارية أو غيرها لها كأي قانون يسن في أي مجتمع في أي مكان له عوامل إيجابية وعوامل سلبية وهناك مستفيدين ومتضرين والبعض ينظر لنفسه أنه مستفيد آني ولكن قد يكون متضرر على مدى الطويل وهناك آخرين يعتقدون أنه متضررين آنيين ولكن على المدى البعيد يتضررون وبالتالي أعتقد أن الرسوم على الأراضي هو أحد الحلول لكن أصعب الحلول هناك حلول كثيرة تتطلب بدعم العرض من خلال التوسع في الترخيص لصناديق عقارية تساعد الدولة في إنشاء أو تكاليف البولة التحدية نعم الدكتور عبدالله الفوزان مستشار الاستثمار والتمويل شكرا لوجدك كمانا في الاستوديو وعاتذر لضيق شكرا لك إذا مشاهديا نهاية الفترة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة